السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم عمر الطاهر من دي الحلقة الرقم ستة من كورس النوت وده بنتعلم فيه نوت الامريكان وده هيفيدنا جميل جدا لو احنا عايزين نعبر بصورة صحيحة ونقدر نفهم اللي قدامنا او نفهم اي حد بيتكلم انجلش بصورة سهلة وبسيطة النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي ننته الفيديو كالعادة هم يمتحسن اربع اجزاء اول حاجة نقول النوت الغلط تاني حاجة نقول النوت الصح بعد كده هنقول القعدة ازاي انطقها وانت انطقها وبعد كده رابع حاجة هنشوف امثلة كتيرة جدا على الموضوع ده عشان نقدر ان احنا نقولها بسهول يلا نبدأ واول حاجة معانا اللي هي النوت الغلط موس 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 sing 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 thanks 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 طيب ده كده النوت الغلط دعنا نشوف النوت الصح صحيح بنسبة للقاعد احنا عندنا نوعين من التي اتش ان الحلقة دي هتبقى عبارة عن نوع منهم التي اتش هنا باختصارة انا مش بقولها زي السين اللي ده غلط شاق ان احنا دايما بيقول ل الحاجات اللي هي بالتي اتش بقولها عايز سين هي اس او بقولها عايز سين في العربي الفرق ما بين الـ S و الـ TH هو نفس الفرق ما بين السين في العربي وما بين الت الث عشان قدر أقول السين هي الـ S اللي الطبعية اللي احنا عرفنا اللي هي السين التانية دي اللي هي ث بخرج لساني وبخليه ما بين سناني فبعمل ث ث ث ث بخرج لساني وبحطه ما بين شفايفي وبقول الساوند ده بقول ث ث ث ث فمش بقول � لأ بقول mouth 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 مش بقول لا بقول مش بقول مش بقول لأ بقول مش بقول لأ بقول مش بقول لأ بقول قاعدة دي مهمة جدا عشان لو نطعنا كأنها هيحصل هيحصل ان الكلمة اللي انت بتقولها دي هتكون بتقول كلمة تانية خالص بمعنى ثانى خالص مثل لأخدنا اللي هو وبلفتلي اللي هو معناها ان دي معناها أن لا بغني اللي هو يفكر لو القلتها بالسين او بالأس سے معناها يعني يعني يغرق او يغوس او کنا فمهم جدا نعرف في الفرق ما بينهم لما نيجي نقولهم نحاول نوضح يدي الث ولا الث تعالوا ناخد بعض الأمثلة عشان نثبت الموضوع أكتر طيب زي ما أخدتوا بالكم هنا أنا ما قلتش سيرستي لا قلت ترستي ملتش نسينغ . ملتش نسينغ قلت ناثين ناثينغ . ملتش أنيسينغ قلت أنيثينغ . ملتش ويلسي قلت ويلثي 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 ملتش هيلث قلت هيلث أنا ناخد بعض الأمثلة على بعض الجومة she has a white teeth in her mouth she was the fifth person in the line she turned 30 in May she turned 30 in May today is her third birthday this was the first note from the TH we will take another note in the next one this was the video today hope you enjoyed it don't forget to see the video that came in if you want to say to me write it down in the comments don't forget to subscribe to the channel and turn the bell so you can reach everything and check the video so you can help thank you Schluss you 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 you